هنا في هذا الكوخ القزدري المتواضع الواقع في بلدية عبودي بالبوليدة تعيش عائلة شرقي في ظروف مزرية كوخ يفتقر لأدنى شروط العيش الكريم فعندي 15 سنة ونساكن هنا والشتاعلية والهمية وكل حاجة على رأسي ومقاش الحل تحاق ودير دوسي جديد وزيت القديم وقالوا لي نجيو لك زيدو نرجعوا ليك ملك روشلية وقلت ردد دخل بيات قاعد نالي تحسن بيات قاعد مع ولديتي خمم على القفلة صغيرة خمم على المرأة قطع على رأسا خمم على دريري منها خمم على رحمين تخبى أخويا برد علينا وشتاة صغيرينا والحملة تدخل علينا ومننا اليوم والبرد علينا ومنكش كيف نديره وقال أنا أولادي وراجلي وفرج علي يا ربي السكنان ربي الدولة أعطونا السكنان أفراد الأسرة التي نهش الفقر والحرمان أجسادهم في رحلة بحث عن سقف يحفظ كرامتهم أستعى أخاف أغلنا بيت أستعى من قطرات سرعة أستعى سرعة فليم تشتيفنا البيت ونخفنا من خلعة خفي قوسونا وقطرات الطيحة علينا حتى جاول بومبي دول ما ودخلت علينا حملة ورابيف يأتونا السكنان يوميات تكابدها العائلة طلت 16 سنة ولسان حالهم يقول هل من ضمير حي يحرك السلطة المحلية ببلدية عبودي ترجمة نانسي قنقر